امبارح بالامس ورحنا نتابع الافتتاح الخاص بمجمع المصانع بالرمال السوداء اللي كانت موجودة الحقيقة الناس كلها كانت بتعقب على هذا الموضوع لانه المنظر كان بديع مصر تفتتح مجموعة من المصانع وتبحث عن مواردها وايضا تقدم يعني مواردها بشكل جديد وتحاول ان يعني تقدم اشياء جديدة الى عجلة الاقتصاد المصري المنظر الحقيقة كان موجود في البرولوس ومدينة البرولوس وكلنا عارفين هذه المدينة والرمال اصلا كمان شكلها وتوجودها الرمال الشاطئية الكثيفة السوداء اللي بنستخرج منها المعادن اللي ممكن بالفعل هذه المعادن تصلح للكثير من الصناعات معادن كثيرة سواريخ مفعلات نووية اطارات السيارات وصناعة السيارات وغيرها واشياء كثيرة جدا ستستفيد منها مصر اكيد في المستقبل عجلة الاقتصاد المصري كل يوم تبحث ماذا يمكن ان نقدم من خلال مواردنا الاقتصادية عندنا عدد من الموارد ربما تكون كانت في القدم يعني موجودة ولكن لم يتم العمل عليها بشكل جيد ولم يتم التطوير بها المنظر مبارح الحقيقة كان بديع ولحظت كتير على سوشيال ميديا الناس كانت بتسأل والبرولوس وبعين تلاحظ كمان كده لما تبص ان شاء الله يوم كده في التساعة نعمل مجموعة من المحافظات في مصر المليئة بكنوز مصر كنوز وموارد مصر الاقتصادية مش موجودة فقط قاهرة اسكندرية منصورة ولكن الحقيقة الموارد الاقتصادية والقيادة السياسية حريصة على انه الموارد الاقتصادية ازاي اقدر انميها في محافظات مصر ده موجود بشكل كبير اتمنى ان شاء الله ان احنا نعمله قريبا ونتابع معكم ونأخذكم من الصعيد ونأخذكم من الجنوب شمال شرق غرب هتلاقوا انه الخريطة الاقتصادية في مصر خريطة متطورة وخريطة فيها ارقام جديدة فيها مصانع جديدة فيها خدمات جديدة واعتقد داما ما تقدمه ايضا القيادة المصرية وما تعمل عليه طول الوقت حتى في ظل الازمات العالمية اللي بنشهدها جميعا كلنا نعلم بان ازمة وراء ازمة من ازمة كورونا للازمة الاوكرانية الروسية اللي بتضرب العالم بشكل كبير اشتركوا في القناة